ما هو الموضع الصحيح لوضع اليدين على الصدر أثناء القيام؟ هل هو على الصدر أم قريب البطن أم بينهما؟ الأحاديث التي وردت بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أحاديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وقد روى ذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم رواها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم رواها من قوله وأما موضع اليدين أثناء قيام الإنسان فهذا لم يرد فيه دليل صحيح فجميع الأدلة التي وردت في هذا الباب ضعيفة الأثار التي وردت في وضعها على الصدر أو على السرة أو أسفل من السرة كلها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كلها ضعيفة الإنسان ولم تصل إلى درجة يقوي بعضها بعضا لتبلغ درجة الحسن لغيره ولذا فالأظهر أنه لا يوجد توقيت في مكان وضع الأيدي على البدن في أثناء الصلاة لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فالأظهر أن جميع الأمكنة متساوية في هذا الباب ترجمة نانسي قنقر